السلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيب عاملين يا رب اكونوا بخير وبصحة وعافية ايه رأيكم في الجمال ده بسم الله ما شاء الله ورقة لحمة بالخضر تحفة تستاهل بققكم وقال فيه انا وشيفها عليكالها القدر زبدة واللحمة تحفة مش قادر اقول لكم طعمها تحفة مش بقول كلام هتتعامل طريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش اي حاجة ومش هتاخد معاك وقت واللحمة عندنا بقى بتحت العيد حبيب قلبي كل سنة وانتو طيبين لحاجة انها ما بتاخدش اي وقت وعملنا جنبها شوية رز بشعرية طحفة وقال فيه انا وشيفها عليكال بصوا اللحمة دايبة مش قادر امسكها اتلا سعطي في الوقت ده حبيب قلبي يلا بينا هنعملها واللي اتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك اتمنى نشتركها حبيب قلبي يلا بينا نبدأ كلامنا بالصلاة عن نبي ونسمي باسم الرحمن اول حاجة في الوصفة اللحمة اللي عندنا هتعملي على نص كيلو على كيلو ايه اتنين كيلو ايه الكمية اللي هتعملي عليها برحتي كنتي انا مقطعت تلات بصلات كبار جوانح بالشكل دوت الخضار اللي عندي كوسة وقطعتها سميكة شوية ترنشاط بالشكل دوت مكعبات بطاطس بردك كبيرة من الزغيرة بالشكل اللي انتو شايفينه جزر ومقطعات ترنشاط معايا فلفل رومي اخدر ارنيفلفل احمر ارنيفلفل اصفر ما عندي كش لده ولا ده فلفل رومي عادي من الاخدر بتاعنا مقطع تلات حبات طماطم مكعبات وبردك عصرة تلات حبات في الخلاط خلاص ميادرنا سهلة وبسيطة دولفا السنتوم ومقطعات ومطرنشاط التوابل بتاعي تنفل في الاسود كوزبارة ناشفة بهارات لحمة ملح مش هحطي اكتر من كده ومعلقتين صلصة السنية حطيناها على عين البتاجاز معلقتين زيت معلقة سمنة كبيرة واسبيها لما تسخن معك جدا وتنزلي باللحمة واحدة واحدة كده لازم السمنة والزيت يسخنوا معك جدا عشان لما تحط اللحمة ما تنزلش ولا مية ولا دم ما نجيش جنب اللحمة خالص قال لما نشوفها خدت لون من تحت هقلفها كده وبردك تاخد لون من الناحية التانية وعايزة افضل اقلفها لغاية ما تاخد اللون اللي انا عايزة ايه هو اللون اللي انت عايزة يا وايد هتشوفو دلوقتي حبيب قلبي بصوا اللون الجامل ده هو ده اللي انا عايزة اكنك بتحمرها مش بتشوحيها بس هو ده اللون اللي بقولك بيخلي الصينية تحفة كل اللحمة والكمية هشيلها في طبق على جنب هنجيب بقى الخضار بتاعنا حاجة حاجة كده وننزل في السمنة الجميلة دية اللي اللحمة نزلت كل البهارس بتاعيتها هنزل الاول بالبصل وعليهم فصين التوم مع الطعام طرنشاط حبيبي هشوح فيها لغاية ما البصلة تدبل كده معنا هنزل بالبطاطس هشوح بردك شوية البطاطس ما تحطيش الخضار إلا ما البطاطس تتشوح معك بعد كده هو تحطيت الكازر والكوسة شوح كده هو تفيهم حبة حبة وهننزل بقى بالبقية الخضار ايه هو الخضار يا ويدا زي ما انتو شايفين حبيب قلمي الاول حطيت الفلفل وبعد كده حطيت الطماطم في الاخ ومع لقى صلصة كبيرة ايه التوابل بتاعتنا قولنا فلفل اسود بهارات لحمة ملح كسبرة نشفة اشوح وخلاص هنزل بالطماطم بتاعتنا هقلبها تقليبتين هتغلي معي غلوة واحدة وهكون بقى محضرة في الوقت ده السينية اللي هعمل فيها ورقة اللحمة انا حطيت ورقة الزبدة في السينية عشان ما عنديش ورقة يكفي حبيب قلب المفروض تتحط ورقة من تحت من الفويل وعليها ورقة الزبدة وكله يتغطى انا بصراحة حطيت ورقة الزبدة بس ورحت وتلعت طوح فاوقت تكروا انها تلعت لا تلعت جميلة جدا بس انا بقولكم على المفروض يتحط عشان ما تحكش عليكم حطينا الخضار ورصينا اللحمة بالشكل اللي انتو شايفينه ده في الوقت ده هرشت حابة فلفل اسود حابة ملح حابة كوزبارة ناشفة حابة بهارات على اللحمة خلوا بالكم اللحمة بتاعتنا ما تملحتش احنا شوحناها ومحطيناش عليها ملح في الاول ولعين فرن البتجاز على اعلى درجة حرارة ميتين وثلاثين ميتين وعشرين وهنحط الرف التحتاني خالص لأ هنحط الصجة فوق الرف التحتاني في الفرن هتقعد ساعة ساعة وربع وتخرج زي الفل هنغطيها طبعا بورق الفويل بالشكل ده نغطيها حلو جدا عشان البخاري اللي هيطلع منها هو ده اللي هيسول الصينية بصوا بتبت عليها ازاي انا خرجتها بعد ساعة وربع تلعت بالشكل ده حابة بقلبي بسم الله ما شاء الله طحفة اللحمة زبدة والخضار والطعم مش قادر اقول لكم وحاجة سهلة وبسيطة ما بتاخدش اي حاجة عملنا جانبها حابة رز بشعرية بقنا من كتر حلوة مش عايزين نؤمن على الاكل والله حبايب قلبي حلوة جدا اتمنى تجربوها وتنفع اي عزومة اي حد ديف جي عليك حاجة سهلة وبسيطة وفي سنية واحدة حبايب قلبي بسو الجمال والله في الوقت ده تلا ساعة اللحمة دايب ادوب يلا اموا بقى حبايب قلبي اعملوها كل سنة وانتوا طيبين اسم كم فرائي تلك